السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عواشركم وبركة أخوتي تعيدوا تعودوا بصحيحة والسلامة وبزيد الرزق والذي عنده شي ضائقة مادية نفسية جمعية وسرية كما كانت الله يجعل له من كل دقيق مخرجة سنشارك معكم بعض اللقطات وبعض الأشياء الجميلة من بلادنا الحبيب وكذلك مع العائلة فيديوهات تكون مختلفة على الفيديوهات السابقة والذي أهتموني أنني أقدم فيديوهات نصائح ومجموعة على الأشياء لكن إذا ستكون داخلها في الفيديوهات الترفيهية هل أنتم تنزهوا معي وكتشوفوا معي مجموعة على الأشياء والذي لم يسهلوا الله في الصفر هذه السنة بالنسبة للناس الغربة الله يضي لكم شي تولد الخير كما قلت لكم ولكل شيء أجل أنا لخمس سنين لم أدخلت بالولاد المغرب أنا جيت بوحدي ولكن الوليدات شي خمس سنين لم أدخلوا الظروف الإنسان لكم عارفين ونهار الحمد لله اللي قلت ندخل بغيت نتسارف بلادي ونشوف ونشارك معاكم مجموعة على الأشياء هنا دزنا على الطنجة كنا قلنا نمشي ونيشان الفاس لكن قلنا أننا نسترحوا هنا ونتغدا وقدروا لي يأخذوا راحتهم عفتي اللي يحمقني في الطنجة أخوتي أولا نظافة نظافة مزيانة عجبوني اللوينات اللي كانين في الديور ذاك اللي تشوفوا ذاك اللي بيض مع ذاك المخيد الضل مع ذاك الغرس حمقني بزاف وعطاني فكرة إن شاء الله بني رجع للدار فيالي مجموعة على الأشياء أغنديرها كذلك ضربني ضويرة في المدينة القديمة وكان بحثوا على فين ناكله كانوا مجموعة على الأماكن رائعة للأكل ولا الشيراء ولا غير ولا حتى واحد الحاجة الأتمينة أخوتي طالعة طلعت الدرويش صراحة الله في المغرب صعيب عليه العيش والله أخوتي يحسن العون وهذه المجهة هذه غيرت للأفكار بزاف هنا كنشوف معاكم هذا عجبوني عجبوني لك البوفات بغيت ندي منهم نحن غادين دبعنا عزيرة بحشي واحد القتيرة كنكونوا في الغربة يعني وخاء أوروبا بالحضارة وبتقدم ديالها وكل شيء كنشوف معاكم كنشوف معاكم والناس اللي في الغربة لأوليداتنا لأنه الخير لا يوجد في أوروبا والدول العربية لا يوجد في أوروبا ماهوك الله الخير لم ينبس ولم ينفرش ولم ينبسي ولم ينبسي ولم ينبسي لك المطاريين 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 كما قلت بكم الأتمينة تحتاج إلى صناعة التقليدية كين على حساب مرخيص وغالي وكل شيء والجودة وانا سأصور في القطوط ويلي على القطوط تبارك الله في المغربة أخوتي كيف يحمقه اشياء قطيطات لقد تغيب على اللقاطات لا يستطيع أن نتلع على طنجانة حاليا في ميسور عند الأخت زينب اللي سنشارك معكم جولة في المنزل ديالها الرائع وشعجة مختلفة وشعجة زوينة وقلت سأصور لكم بعض اللقاطات وصافي والجميل في الأمر أنا تلاقيت متابعات وعلى رأسهم حياة تحية كبيرة الحياة من طنجة وفاطمة ومجموعة الأخوات اللي صدفوني واحد الأخت تكتبت لي البارحة قالت لي شوتيك في طنجة وما زعمت مرحبا أخوتي راني أختكم عادي أجيس الميو وعنقوني وعنقوني الله يسهل عليكم ونعرفكم كتبغوني من القلب وهناك ندوره في الأزقة أعفتني أولادي قلت لكم أوروبا بحلي ما عملنا النار شوفوا هذا هذا الوين هذا الزرق مع البيض هذا شيء روعة روعة عجبتني الطنجة تحية للناس ولكن حاليا أدخلت الطنجة في ميسور وفاس وما زال نشارك معكم مجموعة هذه الأشياء قلت لكم أولادي غاديا ماما المحلابة ماما الرايب ماما الحرشة قلت له من الله ها وليداتي هي ما عنديش الأدلة ومنها نطفة الخمسات الصباح وانا عجن هل نسمى منها الحرشة ها ما كان خلي منوجه لهم مثلما في داري اسبانيا ولكن سبحان الله قلت لهم ماذا وهتونة قلت لهم قلت لهم قلت لهم لدي الأدلة في الفيديوهات والله إلى أخوتي ولكن ما علي شككت كل الأجواء قلوا لهم لماذا يفعلون هؤلاء هذا الشيء وصبح الله ويأتي لكم وما نقول لكم أخوتي لا أدرني بسلامتهم يحفظهم ويحفظ دريتي ودريتكم ما قلت على هذا هذا بحذرة بخفاف غتي فنن ولكن الأطبين طالعة ولكن الجودة وشي حاجات اليد عجبتني كدلك هذه الإطلالة زوينة ما عرفت أن هذه الأماكن ما اسمتهم بالضبط مونا ندخل دينا القديمة عندي الأخوات الذين يساكنين هنا لكن قلت لها دائما ولكن هذه المرة أنا إن شاء الله سأطلع من فاس سأذهب إنجلسية واحدة لخمسة يام وسأضرها كاملة وسأشارك مع الأخوات وبالنسبة للناس التي تتبعوني تحية وبوسة كبيرة والناس في الغربة أنت لقد أضع لكم ذكريات أو أقول لي يا رجل ما من ذكريات كانت تحية الله يسهل على الجامحة ما قلت على هذا الشيء جلد تتبعون بلدنا زينة أخوتي ولكن كتطلب الفلوس صراحة الله صعيب 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 ولت المعيشة غالية بالخصوص طنجة ما زال فاسفة نزلت نرى هذه الشابات الخير أخوتي مقهى نرى العيالات لم أعرفها لم أسلمت عليها ولكن إن شاء الله سأتشجعها حيث عجبتني بني تنقيق الله يسهل عليها وضع المعيشة حلوية إن شاء الله ما زال نشجعها وذلك هكذا لن يضيع ما يحاول يبدأ شيء أخر أخوتي طرق كاملة المغرب يعجبني أنهم المساجد كوتور حماقيت عليهم هذا مسجد في المحطة في المحطة عملنا المازوط وحبسنا وأنا نضيلكم جولة من الداخل بالحق جولة غير خفيفة مسجد رائع بالألوان دياله بالنظافة فين تطوط ضايقين مكان خاص بالنساء ومكان خاص بالرجال حماقني بعدها هذه المجيئة هذه بالثلاثة الفكر ديالي بزاف بالثلاثة كذلك ربما في الفيديوهات سنكون أضرب أكثر واقعية لأن كما نقول الحاجة التي تعيشها ولا تشوفها ليس بحال أنا سأتكلم من الجانب لأن المعيشة في المغرب لأن المعيشة بالضبط لأن دائما كان كان نجد الوالدة تتكلاف ولكن الحمد لله جدرتهم وخرجت وتقضيت وشفت الأتمينة كذلك فهذا يعطي فكرة لأنني أضرب فيديوهات لا تتكلموا على الاقتصاد لا تتكلموا بأحد عين الواقع لا تتكلموا وحنا أحبته ومعهم ومعهم ووحشت ومعهم ووحشت ومعهم ومعهم وعلى فرحانين وعجبهم الحال أقول لكم هذه المجاة ذات الأمكين كنت كنت أعرف لا تتكلموا بلايس ووصافي قاموا ذات الأمكين شعبين وبلايس اللي ذوينين وبلايس اللي راقيين وشفت مجموعة الأشياء ان شاء الله سنشارك معكم مرة مرة لقاطات هذه ريستورا وذلك المسجد كان في وسط محطة الألوان عجبوني أنا راكم عارفيني مع الشاق الألوان شوفوا ذلك اللون الزيت الغذال عندي لكم جولة في المسجد من الداخل انتم شوفوا مكان الوضوء هذا خاص بالنساء فقط وكان بحال ودرجة فيه الماء الساخن فيه كدغلسيف ذلك الحجيرات وتوضي بسطيلة فيه طوالة رومية وطوالة بلدية دينا ويمكن نحاول ندير جولة خفيفة فيه سندلات البلاستيك لابغيت ادميكا لابغيت بشتوض ضيمة تحييتي سبرديلتك ولا سباطك ولا شنو لابسها فيه مكان الصلاة النساء زوين كوش يمتوفر فيه القراءة تسابح سجادة اللبس نتعصلة مثلا الناس اللي جيين في الطريق وما لابسنش الحجاب دينا ويهدي أمة محمد يعني كان اللبس نتعصلة ودخلت واحد السيدة وهذا كين كورسي الناس اللي كيام مكن يقدروا يصلوا ووقفين يعني حجراتين مومة المرضى ولا كل واحد وشنو قرآن كل شي تسابح كل شي فيه هذا بلصة خاصة النساء رغم معلمينها ونقية زعماء للشرف والله إلى هاد المرة وهنا طلقت الوالدة ديالي هادي ماما شوف أخوتي مازال نشارك معكم الحائلة ديالي هادي الأم ديالي قولوا لي وش كاي شي شافة ولا والو وكيما قلت يكون وبحال دا كل مكان وحد آخر كين دا الرجال بالنسبة للمسجد وانا شدينا طريق اللي ويجاء إلى فاس إن شاء الله مش نطلقوا الحباب والوالدين ونقلسوا معهم أكتر ونعيد مع الوالد ديالي إن شاء الله هذا أول عام أعيد في المغرب أول عام أعيد في المغرب أنا أولادي أنا كل عام كان عيد في سبانيا وكان بالنسبة لأخوة اللي قالوا لي في أوروبا أنا بالنسبة لي في سبانيا كان عيد وكان ندبح عادي بطريقة الإسلامية كان نغسل الدوارة كان شوي كان ندير كل شي مع دا سنة وحدة اللي ما كونش عيد لأسباب ما ديال ما دون ذلك دائما كان حاولوا أننا نعضموا شعائل الله وأننا نزيدوا بهالدين القدام وكيبقوا دائما عندنا تجاوزات الله يستلنا ويستلوا ولدتنا ويسمح لنا ويغفر لنا هنختم معكم أخوتي باركة فيديو خفيف دريف نزيل نشارك معكم مجموعة تعلق الأشياء كنتمنى هاد الفيديوهات ما يكونش يعني فيهم الضارة لشي واحد أنا كان بارتاجي مختلفين عن الفيديوهات السابقة الفيديوهات السابقة ربما أكثر إفادة لأننا سنعطيكم مجموعة الأشياء يعني في النصح وكان صح نفسي أولا لكن هاد الفيديوهات هذو كأعتبرهم كفيديوهات ترفيهية كنشارك معكم واحد الجانب من حياتي لأنني كان أعتبركم عائلة وفعلا شحلة دي كانت تجيني شي واحد من يكن نشوفه في اليوتيوب تبقى يقول أحبابي يا أخوتي يا صحابي زمان المتابعين وتنقول شحلة الصباغة يا ربي تسمح لي وتنقول الناس تبالغ ولكن أراه اللي ما كيعيش الواقع أراه ما يتكلمش على شي حويش أراه مع العشرة أنا والله لا لا تنبغي شي ناس غيم الجيميل شي أسماء كي ما بغيتش نذكر بلي أنا بزاف باش من هذا نذكر شي وشي نخليه بزاف أنت عني سأكيد تبعوني غيف الجيميل ديالهم من خلال تعاليق ديالهم تنبغيهم من قلبي والله إلا من قلبي وتقولي شي واحد يتيقك باش تتعرفوا بأن المشاعر راكت توصل والله هما تقولوا كلمة طيبة وطي يدعموني ودائما متابعيني من هارب ديت وتحية كما قلتكم الأخوات اللي صدفوني بالزبط لا أعطي ما توقع لأن قناتي ليس شي قانات كبيرة ولكن سبحان الله الدنيا صغيرة خوتي والناس كتعرفك يعني كيطلقوا كرا كيعرفوك الله يسهل على الجامعة سنختم باش ما نزيدش نطول عليكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلى يؤوني شكرا لكم